ما المراحل المختلفة التي يمكن لمعلم اللعاء العربية أن يدرب طلابه من خلالها على الخط العربي؟ بمعنى آخر، ما مراحل التدريب على الخط العربي؟ يشمل التدريب على الخط العربي مراحل مختلفة أول هذه المراحل، مرحلة الرسم تكون هذه المرحلة في المدرسة الابتدائية وفيها يحاول التلميذ أو المتعلم أن يرسم حروف اللعاء العربية عن طريق الاقتفاء أو التقليد ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الاقتفاء والاقتفاء مرحلة مهمة في تعليم الخط العربي وفيها يبدأ التلميذ في محاولة رسم حروف اللعاء العربية عن طريق المرور على نقاط صغيرة يقوم التلميذ بالتوصيل بين هذه النقاط ويكلف أن يمر عليها بقلمه حتى تتعود يده على الوضع الصحيح فيستطيع الكتاب بعد ذلك بسهولة ودقة إذن مرحلة الاقتفاء هي مرحلة الكتابة على حروف منقطة وكما يسمونها أحيانا مرحلة التنقيط في تعليم الكتابة ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة استعمال النماذج وهي المرحلة الأخيرة في تعليم الخط العربي وتستعمل النماذج في المرحلة الأخيرة من المدرسة الابتدائية حيث يقدم للتلميذ أو المتعلم نموذجا بخط النسخ أو بخط الرقعة ويطلب منه أن يقلد هذا النموذج كيف يستطيع هذا التلميذ أن يقلد النماذج المختلفة المعطاه له ينقلنا هذا إلى مناقشة طريقة تدريس الخط العربي تبدأ طريقة تدريس الخط العربي أولا بالتمهيد في هذه المرحلة يطلب المدرس من التلاميذ إخراج كراسات الخط العربي ثم يدون على الجانب الأيمن من الصبورة بخط جيد واضح النموذج ويترك الجانب الأيصر للشرح والإرشاد يكلف المدرس أحد التلاميذ قراءة النموذج ثم يناقش التلاميذ في معناه حتى يتضح لهم ثم ينتقل بهم المعلم إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الشرح والتفسير الفني وفيها تطلب كمعلم من تلاميذك أن ينتبه إلى ما تكتبه على الصبورة وأن يلاحظوا طريقة كتابتك ثم تقوم بكتابة الحرف المطلوب شرحه مع توضيح أجزاء الحرف بألوان مختلفة والاستعانة في ذلك بخطوط رأسية أو أفقية أو مقوسة لضبط أجزاء الحرف وتحديد اتجاهاته ثم تنتقل مع التلاميذ بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من مراحل تدريس الخط العربي وهي مرحلة المحاكاة تتم هذه المرحلة في كراسات كل تلميذ حيث يطلب المعلم منهم الكتابة في كراسات النماذج الموجودة معهم مع أهمية اعتناء كل تلميذ بمحاكاة النموذج المعطى له والنظر إليه عند كتابة كل سطر ثم تأتي مرحلة الإرشاد الفردي هذه المرحلة يمر المعلم فيها بين التلاميذ وهم يكتبون حيث يرشد كل منهم إلى مواطن الخطأ في كتابته ويصحح بقلمه الأحمر موضحا وجه الصواب وليس من الضروري أن يصحح المعلم كل الأخطاء بل يمكنك أن تكتفي بتصحيح الأخطاء البارزة ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الإرشاد الجماعي وفي هذه المرحلة يشرح المعلم الأخطاء الشائعة بين المتعلمين بكتابته على الصبورة وكتابة الصحيح إلى جانبه على أن يشطب بخط مائل الكلمة غير الملائمة حتى لا تعلق في أذهان التلاميذ ويوجه المعلم أنظار طلابه إلى صورة الحرف أو الكلمة وكيفية رسمها رسما صحيحا ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المتابعة وفيها يتابع المعلم إرشاده الفردي والعام ويبرز التلاميذ المجيدين في الخط العربي وقد يدعو بعضهم ليكتبوا بعض النماذج على سبيل التشجيع هذه المرحلة أيضا لا بد أن يعطي فيها المعلم تعزيزا إيجابيا للتلاميذ المجيدين ولا بد أن يسمح للتلاميذ الضعاف بعلاج أخطائهم ترجمة نانسي قنقر